موعد آخر مع ألف المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات حيث من المؤمل أن تشهد جمعة الغد احتجاجات كبيرة عنوانها إصلاحة شاملة ومحاسبة المتورطين بقضايا فساد إداري ومالي يجب أن يكون هناك سقف زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات وليس التمويه والتسويف منذ ثمانة أسابيع أو تسعة أسابيع لحد الآن لم يصدر شيء منه سواء وعود وهذا الوعود لا تكفي نحن كم متظاهرين ما زلنا نطالب بالإصلاحات الحقيقية وما تم الاتزام به من خلال أوراق الإصلاح وبالتالي هي التظاهرات مطالبها واضحة وشعاراتها واضحة ومستمرة وعملية الإفسار استمرارها هي تأكيد على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات بأسرع وقت ممكن إعلاميون وفنانون انتقدوا بعض السياسيين الذين يتغاضون عن أصوات المتظاهرين التي خرجت قبل أشهر مطالبة بالإصلاح في مؤسسات الدولة لا أعتقد أنه بحاجة سياسي إلى أن يأتي بوفود أو يستمع إلى وفود تمثل هذه الجماهير أعتقد مطالب الجماهير واضحة والإعلام الحديث الفرص المتوفرة في الإعلام الحديث أصبحت توصل مطالب الجماهير بعد لحظات قليلة من إعلانها إذن لا يحتاج السياسي لأن ينتظر كي يفهم ماذا يريد الجمهور وما هي أولويات الشعب ما شفنا إصلاح ملموس أكوب هاي الإصلاحات صارت أشبه بالتصليات تصليات على السعيد السياسي بحجة الإصلاح وبطل كذا موظف من كذا دائرة هذا شنو ذنبه المحتاجين إصلاح حقيقي إصلاح حقيقي أريد خطة عمل واضحة من قبل الحكومة وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على التظاهرات التي لاقت منذ بداية انطلاقها تأييدا كبيرا إلا أن الإصلاحات متزال لا ترتقي وحجم المطالبة الشعبية كما أن أغلبها بقي حبرا على ورق ما خلق حالة من شعور بخيبة الأمل لدى الشارع العراقي من بغداد منير الجبوري المدى